تحيات سام بن سينة وماذا نرى لهذا السام الذي ما زال يتدول القوة في منطقة الطلب الرئاسية ليه اللي ما بين مستوىات الجنيه 75 لحد مستوىات الاتنين جنيه اللي اي اقترب ليه هو فرصة شرائية بامتياز لو احنا جوا السام احنا عندنا شك باكتر من ترى عندنا شك ان دي ممكن تكون موجة تالتة عملنا منها واحد اتنين وده تلاتة ولكن اربعة ما تبقاش بكل العنف ده اربعة ما تتدخلش وعندنا سيناريو تاني وده الاقرب اللي انا امين ليه اكتر ان دي كانت قطرية عملت منها واحد اتنين تلاتة اربعة ما قصرتش اتنين وتدخلت مع قمة واحد ولكن الموجة الخمسة جات ممتدة منها ووصلت لحد مستوىات من مية لحد مستوىات المية واحد وستين فيبرو كان موجة خمسة ممتدة وكانت قوية جدا لو خطت قمة وقاع لتشكلوا عندي ابحث هلاقي ان انا فعلا قصرت مستوىات المية 27 فيبرو وده اللي عزز الفكرة بامتياز ان اعتقد انها قطرية لانها تدخلت مع قمة الموجة الاولى من الموجة الثالثة فبالتالي ده ما بقاش عندي ما بقيتش الموجة الثالثة ومنطقة البساطة ده بقيتش موجة الثالثة دي بقيت الثلاثة ودي الموجة الخمسة اللي جيت اطول في الزخم منها وكانت منتدة وكانت سهمة مضغوطة عليه في المنطقة اللي تحت المستويات الاثنين جين وستين لحد مستويات الاثنين جين وسبعين طيب لو انا عندي موجة اولى المفروض بتصحح ما بين مستويات الواحد وستين لحد مستويات الاثنين وسبعين فيبرو هلا ان منطقة الطلب بتاعتي بتطراح ما بين مستويات الاثنين جين وستين الاثنين جين وروب لحد مستويات الاثنين جين وسبعين واي تراجع تحت مستويات الاثنين جين وروب هو فرصة شرائية لهذا السهم بامتياز الذي ما زال له المزيد والمزيد من الاهداف السعودي طيب اول منطقة كانت منطقة العنق اللي احنا قصرناه بقوة اللي هي كانت المنطقة تتطلب الرئيسية العسام الاولى اللي ما بين مستوى تلين جين وسبعين لحد مستوى تلين جين وستين قصرناه وقصرته بزقم قوى جدا وكمان خلينا نفكر في نقطة كده شباب انا عندي تصحيح هو الاكبر من ده ومن ده فطبيعي التصحيح ده يلغي لي كل التصحيحات الايه؟ السابقة فده بيعزز فكرة ان ده اكبر تصحيح فبالتالي يلغي كل التصحيحات فدي انا عندي دورة سعرية مكتملة واعتقد ان السابقة مازال ضعيف طيب خلينا اروح بقى على فريم الخمس ده واقول طيب السابقة هل السابقة احنا مش ملتزمين بالسطوب بتاعنا عنده مستوى تلين جين ونصف اه ملتزمين بالسطوب ولكن عشان اقول ان السابقة ساعد على الاقل وهيديني موجة تانية اعتقد السابقة لازم مساعد فيه مستوى تلين جين وستين افش وبقوة ولو لاحظنا نلاقي ان السعود تصحيحي يعني انا عملت ضلع وصحقت وعملت ضلع فده سعود تصحيحي ونزل لغالي منطقة الدعم اللي هي ممكن تقول ان ده بداية دورة او بداية انعكاس وده اللي بيعزز ان السابقة مازال ضعيف والسابقة مازال سيبحث عن تسجيل قوة جديد لو انا جوا السابق كمان ممكن افكر ازاي او لو انا اخدت الموجة من المستويات دي انا عايز موجة موازية لها ممكن ترسل من المستويات المية لحد المستويات الثمانية والسابقين فيه هلا يبقى قريب من المستويات الجيني وتسين افش ما زالت النظرة سلبية وما زالت تحت ضغط المستويات الاثنين جينيه وتسين افش طيب لو انا جوا السابق اعمل ايه المفروض ان انا هنتظر واحتفظ بالسابق لان السابق مازال في مناطق جيدة وأي طبعا بالقرب المستويات الـ 2 جنيه حد مستويات الجنيه 75 جنيه هبتدأ عزز هعزز لسبب بسيط جدا 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 وهوضحه معك لو جاءنا لفهم الـ 4 ساعات أنا لو قلت أن دي كلها دورة سعرية تمام وبنتهت في هذه المستويات وهبطت لحد المستويات دي أنا أول هدف بالنسبة لي مستويات الـ 61 فيبو أو هدف للدورة السعرية كلها مستويات الـ 200 فيبو اللي هو مستويات الـ 8 جنيه وأول هدف 6 جنيه و 70 جنيه فهل يستحق السعر من الانتظار ولا ما يستحقش ده أنت اللي تجاوبه على نفسك وبالتوفيق